وصلنا إلى فقرة الاستضافة وفيها سنصديفة الفنانة التشكيلية الرائعة هيفاء سبيع هيفاء مرحبا بك معنا اليوم مرحبا الله يحييك بداية نحب نتعرف عليك من هي هيفاء سبيع كما يعرف البعض فأنا فنانة تشكيلية أشتغل في الشارع منذ العام 2012 شاركت في حملتين سابقتين من قبل لشقيقي الفنان مراد سبيع وأشتغل في ضمن حملاتي منذ العام 2017 كيف كانت البداية مع الفن التشكيلي؟ احكينا عن بداية البدايات بداية البدايات أنا أرسم منذ صغري من قبل دخولي تقريبا المدرسة كنت أرسم ولازلت الفن التشكيلي ضمن المدرسة السريالية وأحيانا أرسم واقعي لكن اتجهت لفن الجرافيتي أو السريت آرت فن الشارع منذ العام 2013 وحاليا لازلت مواصلة فيه كل أغلب الرسومات التي أرسمها حتى الآن نعم تفضل الرسم على الجدران بالضبط طيب كيف توصلت إليه وكيف كانت البداية مع الرسم على الجدار؟ واش المواقف أهم المواقف التي تذكرها لما كنت ترسمي على الجدار؟ مواقف كثيرة أولا هي بدأت كأفكار بسبب الحرب التي بدأت في العالم 2014 ما حصل في صنعاء وما حصل بالشمال بشكل خاص وبعد ذلك الحرب في العام 2015 كانت لدي العديد من الأفكار التي أطلق الحملة في 2015 لكن ما حدث أني أطلقتها في أغسطس 2017 كانت بسبب قضايا إنسانية وقضايا للناس حقيقيين كلنا نعرف ما يحصل في اليمن كلنا نعرف المآسي التي حصلت ولا زالت تحصل حتى الآن وكانت هذه الدافعة الأكبر للإطلاق الحملتي طيب أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي الفنان بشكل عام هيفاء له نظرة مختلفة على الأمور ما هي القضايا التي تركز عليها في العادة أو هل في قضية رسمتها أو شخص رسمته وما زال في بالك بالتأكيد كل القضايا هي قضايا مهمة في اليمن لا نستطيع إغفال قضية عن أخرى لكن الآن هي القضية الأكبر وهي بسبب لدينا هنا المجاعة التي تعتبر الأشد في التاريخ حسب ما تقوله التقارير للأمم المتحدة أسوأ أزماء ثانية مدينة الحديدة تعتبر مدينة منكوبة نعم مدينة حجة العديد من المدن اليمنية لدينا أيضا ضحايا الألغام ضحايا الحروب الأطفال والنساء هم الأكثر تضررا في هذه الحرب لدينا أيضا المختفين قصريا ومعاناتهم ومعانات أهاليهم في السجون كذلك هناك العديد من القضايا التي لا نستطيع إغفالها إذن ليست هناك قضية مهمة وقضية أخرى ليست مهمة رائعة أنت يا هيفاء لكن ليفهم المشاهد أكثر عما نتحدث نروح نشوف بعض من أعمالك ونرجع نتابع باقي اللقاء اشتركوا في القناة حيفاء ترسمي للقضايا بشكل واضح غير مبهم ولا يحتاج حتى تفسير لكن ما الذي جعل موهبتك تتطور بهذه السرعة حتى وصلت إلى هذه الشهرة صدق القضايا هو ما جعل هذه القضايا تصل أيضا إيماني بهذه القضايا إيماني عميق وإيماني صادق بأن هؤلاء الأشخاص سيجب أن أتحدث باسمهم لأنهم ربما ليس لديهم الإمكانية لتوصيل قضاياهم كما نعلم أن الإعلام في اليمن أصبح ليس كالسابق لم يكن في السابق بالشكل الجيد ولكن الآن أصبح تدهور بشكل أكبر تركيز أيضا على القضايا السياسية أكثر من القضايا الإنسانية في اليمن ربما هناك نسيان أو محاولة عدم إيصال ما يحصل في اليمن للأسف هناك تكالب من جميع الأطراف ضد اليمن واليمنيين سواء في الداخل أو في الخارج فقط نحن الشعب والمواطنين هم الضحايا الحقيقيين وليس أصحاب السلطة قلت قبل قليل أن المدرسة التي تنتمي لها السوريالية والواقعية أحيانا إيش السبب الذي خلقت تختاري هذه المدرستين من ضمن المدارة التشكيلية العدة في الرسم والفن بالحقيقة أعتقد بالنسبة لي أنا كفنانة لم أختر أن أكون في هذه المدرستين هناك أفكار الفنان بالنسبة لي من وجهة نظري هي من تحدد هذا الشيء رغبتي في أن لا يربطني شيء معين في الرسم هو ما جعلني أركز أكثر على المدرسة السوريالية وبجانب أفكاري التي كانت تنتمي بالحقيقة إلى المدرسة السوريالية كما أسلفت من قبل أنت من أسرة فنية هيفا من أسرة فنية لو تشرحي لنا علاقة أهلك بالفن وتأثير هذه العلاقة على سيرك في نفس الطريق من حظي أنني نشأت في أسرة فعلا أسرة جميلة شقيقي فنان كما أسلفت لكن التشجيع الذي لقيته من أسرتي من زوجي من أصدقائي كان يعني هو ما جعلني أواصل وأصل إلى هذه المرحلة وكما أسلفت أن القضايا أيضا التي أرسمها أن يكون الإنسان محاط ببيئة تجعله ينمي ما لديه من موهبة ما لديه من قدرات هذا شيء تعتبر نعمة يعني نعتبرها نعمة من الله أن أكون محاطة ببيئة كهذا فعلا أنت محظوظة فعلا كما قلت ربما كان الفرق في مسيرتك الفنية كرسامة تشكيلية عمل معرض لك في المتحف السنغافوري هل لديك مشاريع جديدة؟ أم لا كيف أثر على مسيرتك بحسب ما تشوف أنت؟ بالتأكيد لدي أفكار بأن يكون هناك مشاريع جديدة إن شاء الله في المستقبل القريب هو أثر التفاعل الذي وجدته هناك كان تفاعل جميل جدا وتفاعل كبير من الجهات القائمة على المتحف أو على معرضي في سنغافورة معرض الحرب والبشر أن يكون التفاعل الدولي أو التفاعل للناس في الخارج أكبر مما يكون هنا تفاعل نحن هنا في اليمن هذا شيء ليس بالجيد ليس بالجيد أن يكون الفنان أن يلاقي زخم وأن يلاقي التقدير على الأقل من الخارج أكثر من الداخل ربما ما يحدث في اليمن هو ما يجعل الناس لا يلتفتون لهذه القضايا لكن الفن يوصل رسالة ويستحق أن يلتفت إليها الناس أكثر لأن الفن لا يحتاج إلى لغة ولا يحتاج إلى قدرات كبيرة حتى يصل هو يصل لقلوب كل الناس طب هل وصلت رسالتك كما شئتي إلى الخارج؟ أنت زعلانة أنت سعلانة لم وصلت رسالتك للداخل بقد ما وصلت للخارج تحس أن رسالتك وصلت للخارج بالصورة المطلوبة؟ هي وصلت ولكن بالتأكيد هناك يجب أن تكون هناك صورة أكبر الصورة أفضل إن شاء الله بأعمالي القادمة التي أحاول أن أرسم في عدة مدن يمنية أخرى وليس فقط في صنها على يديك إن شاء الله بتوصل هذه الصورة الكاملة طيب أنت كم رأى أولاً وثم كفنانة تشكيلية ما هي الصعوبات التي واجهتك؟ واجهتني نظرة البعض وليس الحقيقة لأكون منصفة يعني الشعب اليمني شعب لطيف وشعب يحب الفن إذا أتيحت له الفرصة لأن يرى الفن من حوله لأن المجاعة والظروف الإنسانية السيئة التي تحصل الآن تجعله يركز على لقمة العيش وكيف أن يظل على قيد الحياة أكثر من أن يرى الفن وهذا هو شيء قبيل أكثر الشكل المضايقات التي وصلتك؟ شكل المضايقات بكلمات بعض كلمات نابية تقصدي أنت ترسمي لما كنت تعملي مشاريعك في الشوارع مثلاً أو؟ بالضبط هناك كلمات تحفيزية تشجيعية منذ بعض المرة وكذلك كلمات نابية وكلمات سيئة من بعض الآخر أيضاً كانت هناك تهديدات بسجني أنا وصديقاتي منهم بالرسم وكذلك هدت بالتصفية للحقيقة كيف تقاوزت هذه الصعوبات؟ بالفن بالفن وبإيماني بأن ما أقوم به صحيح وبإيماني أنه إذا أنا خفت أو ارتعبت من ما يحدث فأنه لن يظل هناك أي شخص يظل يرسم يجب أن يكون الأمن موجود يجب أن يكون الحافز موجود طوال الوقت بالتأكيد أنا أحبط بعض الأوقات ولكن أظل مستمر هذه معركتك ومعركة كل امرأة يمانية هيفاء سبايا الفنانة التشكيلية أشكرك جزيلاً شكر أتمنى لك كل التوفيق شكراً جزيلاً لكم شكراً لك مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة انتظر تفعلكم مجدداً معنا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة هذه تحياتي لكم أنا أفنات تركي كما هي لكم من معدات البرنامج وآمل أكحلي وكافة الطاقم إلى اللقاء